ايه رأيت بالدورة الإنجليزية؟ شافوا ازاي؟ لا، الدورة الإنجليزية، زي ما بقول له حضرتك، الدورة كوي جداً زي ما بقول له حضرتك، الفرقة بتنزل، أنت دارس اللعيب اللي بيتلعبه اللعيب أكل لها على مستوى في العالم الملعب ما بيقافه، هاد لك رابط فرقت من الملعب وشوفت اه، أنا كنت حضرت ليفربول وبرتو بالضبط، المتش ما بيقافش، على طول لازي بتبقى جاهز بتحضر طول الأسبوع على المتش بتبقى نزل المتش خلاص امتحانك خلاص انت بتذاكر طول الأسبوع بتجي وقت المتش خلاص انت مذاكر فيها لا تلعبها عارف انت هتعمل ايه هلازم بتنزل خلاص انت بتدي كل اللي عندك يمكن في الأولى الأخيرة دي ابتدينا نشوف لعيبة مصرية شاقت طريقها انما ليه احنا ما عندناش لعيبة مصرين كتير يعني مش زي مثلا لعيبة شمال أفريقيا يعني ليه مش كتير مصريين بيجوا يقدروا يحترفوا هنا والله سواء عمر احنا عندنا ميزة حلوة في مصر ميزة ربنا يبارك في مصر ويحفظها وتفضل أعلى بلد في العالم ان احنا بلدنا حلوة بلدنا كل حاجة انت عايزها حلوة سواء هتلعب كورة هتلاقي نوادي حلوة هتلعب فيها سواء البلد نفسها أهلك حواليك الحاجات دي كلها اللعب يعني في مصر متدلع يعني كل ده موجود بس انت هتقدر تسيب كل ده تضحي تضحي وتروح الأوروبا في المجول بقى وتسيب كل ده ومحدش عايز على عنك ولا بقى تلاقي معه هتكتب عليك ولا تلاقي حد بتكلم عليك وانت لوحدك خلاص انت بقيت لوحدك خدت الطريق ده كمله ومحدش عارف بقى هتوصل لفين بالضبط كله هتلاقي الناس هتلاقي فيه ناس إعلاميين واتلاقي فيه ناس وراك بس مش قوي أول ما النجاح بتوصله انت بتحسي بالتعب اللي انت وصلت له ده كله بس فيه ناس بتستخسر اللي هو بتاخده الطريق اللي هو السهل اللي هو انا هفضل موجود هنا وفيه ناس بتنجح وياه في مصر يعني فيه ناس ممكن تقعد في مصر وتعمل اسم وتعمل تاريخ بس ستعتبر اللعيب يعني المصري ما عندوش طموح الكافي انه يخرج يلعب بره غير الطموح انا اقول له حضرتك مصر البلد حلوة هو البلاد التانية محترامي البلاد التانية العربية يعني ممكن السعودية مفيش حد من السعودية بيلعب في أوروبا كتير لانه في بلده عيش حلو لانه في بلده بلده جميلة هو مبسوط في بلده مش مضطر يعني مش 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 حاجة مهمة انا ما احترفتش انا مش هعيش